صباح خي سيدة الوزيرة وشكرا لتلبية الدعوة صباح الخير وصباح الخير على كل مستمعين الكرام سيدة الوزيرة نحن اليوم عشية شهر رمضان المبارك وشعر للتأضامن بأمتياز ما هو البرنامج المسطر من قبلكم خلال هذا الشهر الكريم شكراً أجدد شكري للإذاعة الوطنية على هذه الاستضافة في الحقيقة قطاع تضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة هو في إطار العمليات التضامنية هي على مدار سنة لكن لما يكون فيه شهر رمضان هي له خصوصية خاصة بالنظر إلى الطبيعة الأصيلة للشعب الجزائري وهو التطوع ففي هذا الإطار قطاع تضامن الوطني ستطر برنامج خاص طبعاً بالتنسيق مع المجتمع المدني سواء كان على مستوى العمليات التضامنية أو على مستوى البرنامج المسطر للمراكز التابعة القطاع سواء كان المسنين أو الطفولة المسعفة إذن إن شاء الله رح تكون أولاً انطلاق الحملات التحسيسية حول مكافحة التبدير والأمن الصحي وهذا طبعاً بالتنسيق مع قطاع التجارة والصحة وكذا المجتمع المدني فهذا ستكون أيضاً فيه زيارات ميدانية في أول شهر رمضان لتفقد مدى سير العملية التضامنية في هذا الشهر الكريم بالنسبة للقطاع والتنسيق مع القطاعات الأخرى وكذلك رح يكون برنامج خاص بالنسبة للطفولة المسعفة والمسنين بتحضير لمسابقات لحفظ القرآن سواء كانت بالنسبة للمسنين وأيضاً مسابقة في أحسن مزرع نموذجية بالنسبة للمسنين نعم هي شيء جديد ربما هل هذه السنة دولة جزائرية دولة اجتماعية بامتية سيد داكوتر كريكو رئيس الجمهورية سيد عبد النجي تبون حارس دائماً على صون كرامة الجزائريين تم تخصيص ككل سنة منحة لرمضان خاصة بالمعوزين هل تلقى جميع المستحقين جميع في هذه المستحقة المنحة الخاصة بشهر رمضان طبعاً كما قلت زميلة أن الدولة الجزائرية لها الطابعة الاجتماعي الأصيل طبعاً وهي من ركائز التي تقوم عليها الدولة الجزائرية في الحقيقة يعني المنحة تع رمضان نحن نقدم مساهمة من قبل القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتقوم طبعاً بضبط القوائم عن طريق اللجان الولائية والبلديات وتخصيص المنحة التي أقرها السيد الرئيس الجمهورية سابقاً بالنسبة لعشر آلاف دينار جزائري والعملية تسير على أحسن ما يرام نعم هل هناك عملية تحيين؟ كانت هناك أطلقتم عملية لتحيين قوائم الفئة الهجة وإحسان المعوازين أين وصلت العملية؟ في الحقيقة الأختمية هذه العملية هي عملية دورية وشهرية بالنسبة لقطاع التضامن الوطني هذا من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقه طبعاً لدينا القوائم المنح المخصصة في مجال قطاع التضامن الوطني كالمنحة الجزافية للتضامن والمنحة التضامنية وهذا طبعاً في إطار وضع آلية السجل الاجتماعي الموحد لإن شاء الله إحنا رنا في إطار العمل من أجل وضعه بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية هذا من أجل الاستناد إلى بطاقة وطنية من أجل أن يكون هناك تروح الدعم إلى مستحقه ولكن مع ذلك بالنسبة للقوائم أو المنح المختص بها قطاع التضامن الوطني فإحنا سدينا التعليمات بأن تكون فيه تحيين للقوائم بصفة شهرية وهذا طبعاً بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية في هذا الصدر تعملون على إقامة سجل اجتماعي موحد الآن مع كل مصالح الداخلية وكل فئات؟ نعم، إحنا تعرف القطاع أنت تضامن عنده المنح كما قلت، المنحة الجزافية لتضامن، المنحة تضامنية فالقوائم لتستفيد من هذا المنح لابد من تحيينها بصفة دورية وهذا أيضاً في إطار المشروع الذي أطلقناه لإنشاء السجل الاجتماعي الموحد بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية خاصة بعد الأزمة الصحية والأثار السلبية وبالتالي لابد من إحصاء حقيقي للعائلات التي ضرت والظروف المحيطة وهذا عن طريق الخلايا الجوارية فيما يخص اختصاص قطاع التضامن الوطني وفيه اختصاصات أخرى تدخل في إطار قطاع الداخلية، قطاع المنحية ولكن لنأكدوا عليه أنه إحنا بصفة دورية يكون فيه تحيين القوائم مثل المنح التي تأخذ شهرياً قبل القطاع نعم، خلال الشهر الفضيل أيضاً سيدك أوتر كريكو فعالية المجتمع المدني تنخرط بقوة في هذا العمل التطوري والعمل الخيري من خلال توزيع قفة رمضان أيضاً إقامة موائد للإفطار هذه السنة ربما ستعود موائد للإفطار هذا ما ستؤكد يونهي لي ما هي الإجراءات المتخذة أيضاً لتنسيق وضمان أفضل تكفل بفئات الهشة والله الأخت سمية إحنا ديما نقول أن المجتمع المدني هو شريك أصيل لقطاع التضامن الوطني نرى أن نعمل على مدار السنة بالتنسيق معاه ونحيي القرار للسيد الرئيس الجمهورية في إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكون له الدور في هيكلة المجتمع المدني باختلاف أطيافه واختلاف اختصاصاته لأننا نعمل بصفة تكاملية مع المجتمع المدني على المستوى الولائي والموائل الإفطار أو المطاعم تعابري السبيل طبعاً لتكون مؤطرة من قبل المجتمع المدني والمديريات الولائية لنشاط الاجتماعي تحت إشراف الولاد طبعاً هي تعكس مدى تضامن المجتمع الجزائري ورغبته دائماً في التطوع وعلى هذا الأساس لابد من تأطير هذه العمليات وإحنا دائماً يعني العمل والتنسيق مع الجمعيات النشطين في مجال التطوع والعمل الإنساني نعم بالنسبة للترخيص الممنوحة لإقامة موايد هل يتم التنسيق عن طريق بولة الجمهورية وليس عن طريق لجنة شؤون؟ طبعاً بعد المرور على اللجنة الولائية طبعاً هذه بتنسيق مع مدير النشاط الاجتماعي لتقوم اللجنة الولائية بالخروج مع المجتمع المدني والجمعيات اللي تقوم بهذه الموائد أو هذا المطاعم لإطلاع على النظافة على كيفية تهيئة في إطار أيضاً مراقبة دورية طبعاً تحت إشراف الولاد نعم خلال أطلقتم في رمضان الماضي سيد الوزيرة برنامج طموح لدعم المرأة المكتفة في البيت من خلال الأسواق التضامنية سيكون هناك برنامج مماثل لهذه السنة وكيف تقيمنا البرنامج الأول؟ البرنامج متواصل نعم طبقاً لتعليمات سيد الرئيس الجمهورية في فيفري 2021 طلقنا البرنامج الوطني القطاعي المشترك لدعم إنخيرات المرأة خاصة ما كتاف البيت والمرأة الريفية في الإنتاج الوطني هذا طبعاً كنا ركزنا بعد الزيارات الميدانية اللي قمنا بها على المستوى الولايات برصد انشغالات المرأة خاصة ما كتاف البيت واحتياجاتها فيما يخص التسويق والتكوين والمرافقة ولهذا الأساس طبعاً انطلقنا من هذه الاحتياجات وركزنا على كيفية مرافقتها وتكوينها ودعمها بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية سواء كانت قطاع التكوين المهني أو المؤسسات الصغيرة أو الفلاحة أو التجارة ولو في الحقيقة أنه توج هذا البرنامج بإطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة اللي كنا عن طريقه جمعنا كل آليات الدعم والتكوين والمرافقة أنتع المرأة ورنين أنتابع في كيفية تقدم هذا البرنامج على المستوى الولائي بموجب التقارير اللي تقدمهم للخلايا الجوارية التابعة للقطاع لتقوم بالتحقيقات الاجتماعية حول النساء كانوا كيفاً كانوا قبل وبعد استفادتهم من دعم الدولة والتكوين والمرافقة وتعرفي أن النساء الماكثات في البيت عندهم امتيازات في التكوين يعني أكسي لغي معناها تلت شهر أو ستة أشهر ويقبلوا على بعض النشاطات كما صناعة الحلوية التقليدية الخياطة وشفت أنه لابد أن يكون فيه تكوين أيضاً في التير الإداري بعد استفادتهم من مشاريع المصغراء إذن كان فيه تكوينات في هذا الإطار إلى جانب أهم عنصر اللي ركزنا عليه مؤخراً اللي هو نظام تأمين المشاريع المصغرة بعد الحرائق الأخيرة وتضرر النساء ريفية في بعض المشاريع المصغرة من هذا الحرائق إذن ركزنا في هذا البرنامج على طبعاً توعية المرأة اللي عندها المستفيدة من مشروع المصغر بضرورة التأمين على هذا المشروع سواء لكناس أو لكازنوس وهذا من أجل ضمان ديمومة المشاريع المصغراء طبعاً لأنه إحنا هذه العملية تكون التوعية في إطار القوافل التضامنية اللي ينظمهم القطاع بالتنسيق مع كل قطاعات سواء كانت قطاع العمل فيما يخص التأمين أو المؤسسات الصغيرة أو الفلاحة إذن كانت فيه عمل تضامني وهذا هو اللي ركزوا عليه في القطاع هو مبدأ العمل التضامني والتضامن الحكومي لأنه إحنا من قدروش نعملو كقطاع وحدنا باش ندعموه يعني انخيراط المرأة في الإنتاج الوطني نظراً لاختصاصنا وعلى هذا الأساس إحنا نعملو بطريقة أفقية مع كل القطاعات وحققت نتائج معتبرة وهذا ما أدى إلى إطلاق دليل إدماج الاقتصادي للمرأة سأعود لتفصيل في هذه النقطة أختم فقط مع ملف شهر رمضان قلت سيدة الوزيرة كوتر كريكو في بداية الحديث أنكم ستعملون على إقامة حملات تحسيسية ضد التبدير لأنها من التصفات أو التصرفات الموسيئة التي أضحت لسيقة بهذا الشهر الفضيل كيف سيكون العمل الميداني للتحسيس ضد للتحسيس بظاهرة التبدير في الحقيقة هي الحملة الثانية التي نقوم بإطلاقها في شهر رمضان بعد ما طلقناها في شهر رمضان الفارط وكانت فيها استجابة هذه خرجات ميدانية يقوم بها قطاع تضامن الوطني عن طريق الخلايا الجوارية التابعة للقطاع بالتنسيق مع قطاع التجارة وكذلك قطاع الصحة خاصة في المناطق النائية تعرفوا أنه في بعض الأحيان فيهم مسنين يعني عندهم أمراض مزمنة إذن يروحوا القوافل هذه التحسيسية لأن الخلايا الجوارية عبارة عن طبيب نفساني مختص في المجتمع كذلك مع مصالح الصحة باش نحسوا كيفاش يكون فيه صيام آمن وصحي بالنسبة لكبار السن كذلك بالنسبة للتبدير وتفادي هذه الظاهرة السلبية أيضا فيها أيضا تنسيق مع وزارة شؤون الدنيا باش نوعيوا أيضا فيما يخص مكافحة هذه الظاهرة التي تكثر خاصة في شهر رمضان نعم بالنسبة للمرأة في الجزائر سيدة الوزيرة كانت تقاقت كثير من المكاسب اكتسبت أيضا حقوق كثيرة حص وحصنت بقوانين تجعلها تسهم بقوة داخل أسرتها وداخل المجتمع كان في خلال احتفالية في 8 مارس كان هناك نماذج لنساء جزائريات هنا حقيقة مفخرة بالنسبة للجزائر ما هي استراتيجية القطاع لتدعيم المرأة بصفة عامة والمرأة المقاولتية خاصة لتمكينها من مختلف آلية الدعم لتكون أكثر إسهام وفعالية في الاقتصاد الوطني في الحقيقة يعني مكاسب المرأة الجزائرية طبعا هي مكاسب أقرت بموجب شريعات الوطنية والقانون الأسمى للبلاد خاصة تعديل نوفمبر 2020 لأقر المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العمومية وفي سوق الشغل وكذلك في تولي أيضا للترشح في القوائم الانتخابية وهذه طبعا هذا المكاسب جاءت بعض نظالات كبيرة من قبل المرأة الجزائرية واكتسبتها وطبعا أنا شفت أنه إحنا في 8 مارس طبعا كان فيه الاحتفال طبعا والتكريم من قبل السيد الرئيس الجمهورية لثلة وعينات من نساء تعد مفخرة الجزائر من بينهم عالمات وطبعا في كل الميادين يعني إحنا اخترنا من كل الميادين وهذه إلا عينا يعني فيه نساء أخريات مبدعات في كل المجالات وإحنا نعمل على إبراز هذا الجهود وتثمينها ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي لأنه كانت في 7 مارس أيضا كنا احتفلنا بهذا اليوم في إطار عربي وفي إطار جامعة الدول العربية وكانت كلمة سيد الرئيس وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية لتثمين دور المرأة العربية بصفة عامة وكانت المرأة الجزائرية تتصدر هذا النساء ببعض المتميزات اللي كنا عرضنا البورتريهات تاحهم على مستوى جامعة الدول العربية وهذه كانت المبادرة الأولى المبادرة الجزائرية الأولى على مستوى جامعة الدول العربية يعني يكون فيه احتفال باليوم العالمي للمرأة في إطار عربي ويكون يعني كلمة سيد الرئيس لموجهة للمرأة العربية إذن احنا بالنسبة لنا طبعا مكاسب المرأة نحافظ عليها وسيتم أيضا ترقياتها وتثمينها طبعا إلى غاية بلوغ المغزى هو العمل جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل بناء الاقتصاد الوطني نعم بالنسبة لألياس دعم المرأة هل كل النساء الآن بإمكانهم أو استفادوا من مختلف ألياس الدعم؟ طبعا البرنامج الوطني القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني هو يهدف إلى تكوين ومرافقة وتدعيم المرأة من أجل إخراجها إلى المقاولاتية النسوية ولما لا توسعة نشاطاتها إلى مؤسسات أكبر نحن هذا البرنامج كقطاع تضامن الوطني نمشو إلى النساء خاصة اللي يكونوا في خاصة مناطق نائية نقوم بتأهيلهم وتكوينهم ودعمهم بمشاريع مصغرة بعد ذلك يمكن توسعة نشاطاتهم إلى قطاعات أخرى إلى المؤسسات الصغيرة ولما لا إلى مؤسسات أكبر ومصانع بش يدخلوا في إطار المقاولاتية النسوية وراني نشوف يعني أنه فيه نساء مبدعات في الكثير من المجالات لدخلة المقاولاتية النسوية وفيه أيضا يعني نسبة معتبرة من نساء المسجلات في السجلات التجارية وهذا ما يشجعنا على المواصلة في تنفيذ البرنامج القطاعي المشترك مع كل القطاعات المالية نعم بالنسبة للمشكلة التسويق سيدة الوزيرة من بين الإشكالات أو الإنشغالات الأكثر طرحا من قبل الحرفيات والمرأة الماكتة في البيت وما نتقدل أطلقتم بالمناسبة برامج للمرافقة والتكوين هل لقيت الاستجابة من قبل المعنيات من النساء من أجل ضمن إسهامها في خلق فرص الشغل والثروة طبعا شوف هو التسويق كان من أهم المشاكل والإنشغالات تنتعى المرأة يعني في الزيارات الميدانية اللي قمت بها كانت كل النسوة يعطيوا لك العمل انتحم وإبداه يعني أنا طلعت على بعض النشاطات يعني يبدعنا بأنامل طبعا تثبت يعني تدل على بصمة يعني متقنة لكن الإشكال كان خاصة يعني في الأزمة الصحية كان فيه مشكل في التسويق إذن قمنا ببعض المبادرات خاصة مع قطاع التجارة وكذلك قطاع سياحة وصناعة تقليدية أنه قمنا بإبرام اتفاقيات مع قطاع السياحة لعرض النسوة لمنتوجاتهم على مستوى الفنادق وكذلك غرف صناعة تقليدية كذلك خصصنا لهم منصات إلكترونية في طبعا الوكالة سواء كانت وكالة القرض المصغر لليوم تابعة إلى وزارة المؤسسات الصغيرة كآلية من آليات دعم النسوة أو على مستوى الوكالة التنمية الاجتماعية لتابعة قطاع التضامن الوطني باش يكون هناك تسويق للمنتوجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت فيه استجابة وحتى بالنسبة لذاوي الاحتياجات الخاصة يعني نفتح قوس أيضا أنه كانت فيه تخصيص لمشاريع خاصة لذاوي الاحتياجات الخاصة اللي كانت 1500 مشروع في 2020 بالنسبة لوكالة القرض المصغر اللي كانت تابعة للقطاع وكان فيه إقبال لهذا الفئة من أجل إنخراط في دعم الاقتصاد الوطني ولازلنا في انتهاج هذا السياسة إلى جانب سياسة الاجتماعية واصل في القوس الذي فتحته فقط بالنسبة لذاوي الاحتياجات الخاصة هناك اعتراف كبير بفضلها وأدوارها في المجتمع ولكن هي تحتاج إلى إجراءات مرافقة أكثر ما هي الإجراءات المتخدة لتسهيل عملية إدماجها الاقتصادي والاجتماعي طبعا في 14 مارس كنا احتفلنا بيوم الوطني لذاوي الاحتياجات الخاصة وأنا في الحقيقة احتفلنا بيه من ولاية عنابة كاحتفال رسمي وكان الشعار هو تسهيل الوصول وهذا كنا احتفلنا بالتنسيق أيضا مع قطاع البريد اللي قدم خدمات على مستوى مكاتب البريد لتسهيل وصول هذا الفئة إلى شبابيك البريد وكذلك الحصول على المنح انتحهم وبالمناسبة كان فيه تعديل اتفاقية اللي كانت مبينة ومبينة البريد في توسيع حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على منحهم عبر كافة مكاتب البريد على المستوى الوطني اللي تفوق ربعا في المكتب بعدما كانت مقتصرة فقط على مكاتب البريد تعمل حل إقامة ذوي الاحتياجات الخاصة إذن كان فيه ارتياح لهذا القرار وهذا في إطار تسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا نحن نتكفل بهم من ناحية بيداغوجية ونفسية طبعا في المراكز التابعة القطاع والمدارس التابعة القطاع وهي 238 مؤسسة 15 ملحقة حوالي 107 مؤسسات مسيرة من قبل 101 جمعية وفتحنا أيضا المجال للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال وفيه فضاءات فتحة عن طريق القطاع الخاص والتلاميذ اللي تمدرسوا على مستوانا سواء كانت على مستوى المراكز أو الأقسام الخاصة فوق 22 ألف إلى جانب التكافل البيداغوجي استراتيجية الجديدة اللي انتاجناها في القطاع هو إدماجهم الاقتصادي بتخصيص المشاريع المصغرة هذه بش يكون فيه أيضا تكافل الفرص في دخولهم عالم المقاولاتية بمشاريع تتواكب وتتلائم مع مؤهلاتهم الجسدية والعقلية وشيف ترى أن ينتبع أنه فيه إقبال أيضا لذوي الهمم على الإنخراط في الاقتصاد الوطني وعلى هذا الأساس إحنا سدينا تعليمات لمرافقتهم وتكوينهم في المجال بالتنسيق مع قطاع تكوين المهني اللي يقوم أيضا بتكوين هذه الفئة في النشاطات لتلائم مع المؤهلات المتاحة نعم بالنسبة للأطفال سيدة الوزيرة طفل اليوم هو إطار الغد أطفال الجزائر يتمتعون بحق التعليم أيضا حق في الصحة الجزائر خطت خطوات جارئة في مجال حماية الطفل سواء من حيث القوانين أو المواثق الدولية التي صادقت عليها ما هي الإجراءات أو البرامج المسطرة لحماية الأطفال في الجزائر طبعا قانون حماية الطفل كان في 2015 فيه أيضا مفوضية الوطنية لترقية حقوق الطفل وهذه كانت من المكتسبات للدولة الجزائرية طبعا مواكبة لالتزاماتنا الدولية حماية الطفولة أيضا تم إقرارها في القانون الأسمى للبلاد وإحنا كقطاع للتضامن الوطني نهتم بالجانب أيضا البداغوجي والثقافي والحماية أيضا والاجتماعي للطفولة بالنسبة للطفولة التابعة للمراكز نتع القطاع يعني نحن فيه طبعا إلى جانب التعليم اللي هو التعليم الإجبالي يعني ضمان هذا الحق فيه برامج خاصة وخاصة في شهر رمضان مثلا نعطيك مثال أنه مثلا بالنسبة للقطاع تعد تضامن نحن برمجنا مصابقات وطنية على مستوى المراكز التابعة للقطاع بالتنسيق مع قطاع شون الدينية لحفظ القرآن وكانت هذه الثاني مبادرة قمنا بها يعني في رمضان الفارط وأيضا يعني حتى من ذوي الإحتياجات الخاصة لأبدعوا واحتلوا المراتب الأولى في حفظ القرآن وكان فيه تكريم يعني لهذه الطفولة إذن إحنا كذلك أنا نركز كثير على المحافظة على مبدأ تواصل الأجيال ما بين الطفولة وما بين المسنين وشفتوا أنه في كل مناسبة يكون فيه لقاء ما بين الطفولة والمسنين كذلك تشجيع روح القراءة وكانت فيه زيارة لثلة من الطفولة إلى الصالون الدولي للكتاب ولقيت أنه فيه شغف كبير بالكتب بالنسبة للطفولة وهذا من واجبنا أنه يكون فيه ترسيخ للقراءة بالنسبة لهذه الفئة لأنها كما قلت هي مستقبل الغد ولابد من الاستثمار فيها من كل الجوانب سواء كانت البداغوجية أو الثقافية أو الترفيهية أو التوعوية وللإشارة أنه عندنا أربع أطفال على المستوى الوطني هم أعضاء للبرلمان العربي للطفل وأبدعوا واحتلوا المراتب الأولى وراح يكون إن شاء الله في الستاش أفريل أيضا تكريم لبعض الأطفال اللي كانوا تحصلوا أيضا على الجائزة في دبي بالنسبة للرياضيات وطبعا القرارات السيد الرئيس بإنشاء المدرسات الرياضيات والتكنولوجيا وأيضا تكريم ثلاء أيضا من الأطفال اللي أبدعوا في الابتكار طبعا لهو دليل على اهتمام الإرادة السياسية للدولة بالطفولة لوعيها بأهمية الطفل في بناء المستقبل نعم تسويد الوزيرة آخر سؤال بالنسبة للتعودنا أنه خلال شهر رمضان تقريبا جلو تكوني في خارجات ميدانية ما هو البرنامج المسطر خلال هذا الشهر خاصة الشهر اليوم الأول من رمضان والله في الحقيقة قطاع التضامن الوطني على مدار السنة متواجد في الميدان لأن القطاع طبعا يرصد احتياجات المواطن في الميدان وهذا ما يخلينا نلائم تطبيعة تنفيذ الاحتياجات وعلى هذا الأساس رح يكون عندي خارجات ميدانية طبعا في أول يوم لرمضان رح يكون من ولاية الشلف إن شاء الله رح نشوف كأول ولاية وبعدين رح يكون فيه خارجات لبعض الولايات لتفقد مدى سير العمليات التضامنية في شهر رمضان ومدى التنسيق مع المجتمع المدني في تأطير العملية التضامنية والتطوعية طبعا تحت إشراف الولايات وفيه أيضا تفقد لمدى انطلاق المسابقة الوطنية لحفظ القرآن بالنسبة للطفولة التابعة للمراكز وكذلك بالنسبة لانطلاق المسابقة أحسن المزارع النموذجية بالنسبة لكبار السن والمسنين حتى نخلق روح المنافسة ما بين المسنين أيضا وما بين أيضا الطفولة وإن شاء الله في اليوم الوطني للمسنين رح نحتفله بأحسن دار مسنين يعني قدمت المزارع النموذجية اللي هي طبعا كانت استراتيجية جديدة للقطاع تنفيذ الالتزامات تكون على مستوى دور؟ نعم نحن عندنا 31 دور للمسنين كانت فيه التجربة الأولى على مستوى ولاية وهران ولكن درك تعممت هذه التجربة كمزارع نموذجية هذه طبعا تطبيق الالتزاماتنا في مخطط مدريد للشيخوخة إذن كنا من الأوائل وعرضنا التجربة على المستوى الدولي وكنا من الدول الأوائل التي طبقت الالتزامات الدولية ورح تشوفها في الميدان أنه كين كبار المسنين يديروا مزارع نموذجية وهنا رح تخلق روح المنافسة وروح تضامن ما بين المسنين وشغل الفراغ تهم خاصة بعد الأزمة الصحية متى يكون الاحتفال؟ طبعا 27 أفريد رح يكون الاحتفال في أي دور من المسنين تكون فازت بأحسن جائزة لأحسن مزارع نموذجية سيدة الوزيرة كوتر كريك ووزير تضامن الوطن والأسرة وقضايا المرأة نشكرك على الاستضافة وكل هذه الإثراءات القيمة رمضان الكريم كل عام وأنت بخير رمضان كريم لكل الشعب الجزائري وكل عام وأنتم بألف خير شكرا شكرا مسامين على اللقاء